شرطة الاول صراحة يعني كلنا في حالة من الفرحة اولا من المستوى الفني ودي اهم حاجة كافت ان انت وانت بتتفرج عشان تحل المباراة لازم يبقى فيه شكل فني عالي في المباراة شرطة ده تحلل لك اشهر اكيد يعني طبعا المباراة هي علشان فيها هداف برضو بتدي شكل المباراة وقوة للمباراة لكن فنيا طبعا فيه كان الاداء من الفريتين فيه اكتهاد كبير جدا من الفريتين ولكن الفعالية اكتر من نادي المصري يعني نادي المصري وصل كتير جدا بفرص كتير جدا على دفاعات طلاعي الجيش الهدفين اللي جم لطلاعي الجيش كان طبعا من تزديدة من كرة سابتة من محمد ريزي ومتابعة رائعة جدا من قوس كونان الهدف التاني اختراق رائع جدا من علاء علي ورؤية جيدة جدا لي اللعب السروب اصل لقوس كونان برضو في مكان كويس جدا مع تمركز خاطئ دفاعية من المصري وقدر ان هو يحرز الهدف التاني الهدفين النادي المصري طبعا احمد موسى يمكن خد قرار سريع جدا في التزديدة اللي عملها داخل منطقة 18 وسددها بشكل رائع وسامل عزب من الناس اللي احنا قلنا عليهم ان هم عندهم خبرات كبيرة جدا وقدر ان هو يحقق وبرضو في نفس الوقت ولازم اليوزكر ده طبعا الهدف الاول الهدف الاول ده كبير يعني هي صدى طب يا سوق حظ طبعا من رمز صالح ومتابعة بقولك فوق رائعة يعني ده المهاجم اللي هو ان انت محتاجه في المكان ده اللي هو المتابعة بتاعته انت كنت بتعمله وانت كابتن حمد مصري وانتو بتلعبه المتابعة دي مهم جدا ان انا عندي مهاجم بالوضع ده ان هو يقدر يستغل خطأ الغير بان هو بيقدر ان هو يحرز هدف بشكل كبير النادي المصري انا من وجهة نظري النادي المصري قدر يتعامل مع الشوط الاول بشكل كويس جدا وبرضو لازم اذكر النادي المصري كان ليه ضربة جزاء في قبل الهدف بحوالي دي او دقيقتين للاحمد ايمن منصور ولم تحتسب ده من وجهة نظري الشخصية